ثلاث حالات طلاق انتبه الأولى قال ضربتني زوجتي وطيحت لي الدم وسبتني واتصلت بالشرطة والشرطة اعتقلتني واطلعت بكفالة ومن ثم تريد مال يعني بتراوغ وقدمت لها الجنسية الكندية وأخذت الإقامة الدائمة وواواواوا عندك من هولاد قال ما عندي من هولاد كم تزوجين قال فوق السنة سبحان الله زواج فقد فقد السكينة طيب ايش اللي بدكاتك كلمها أنا بحبها كنت له سيبنا من الحب الفارغ هذا العاطفة أو الاتراكشن انجذاب من ناحية الجنسية وغيره كنت له سيبنا من هذا الحك الفاضي تقول له أول مرة تمديدها لك لا طيب أول مرة تسبك لا تقول له بالحالة هذه أنت فقد تماما سبب الزواج اللي هو السكينة أنا ما أستطيع أتكلم معها لأني ما أستطيع أخذك على مطعم يحط لك بالأكل سم ما أستطيع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير هنا أرى الخير إنه فأمساكم بمعروفة أو تسريحا بإحسان القصة الثانية قصة الثانية فجرت فشت غلها بعدين ندمت شافت وحست أن حياة الطلاق مش سهلة حياة الطلاق مرة بعد تحليل القصة وتحليل القضية وأيام معدودة في القضية قلت له مستاهلة هذه مستاهلة مش لله ثم لولادك مستاهلة أنك تحاول وتجد مكان في قلبك للصلح تجد مكان في قلبك للصلح والإصلاح وعدم التربص لبعض عدم المكر والغدر حاول أجد بقلبك مكان لله ثم للولاد للصلح وأيضا هي ولية يا رب سلم القضية الثالثة بيوم واحد تصل فيني قلت يا الله يا رب العالمين إيش ساير اليوم كله طلاق الطلاق هذا ضارب زوجته وقلت أوكي حاولنا معاهم بالسابق وربنا كفير بالنتائج أهل والسلام عليكم عليكم السلام قلت بأعقلي يا الله الآن إيش بدي يقول لي قاتلها شو سوها قل يبدو روح أنا زوجتي على الحج قلت الله الله يحيي العظام وهي رميم فعلا الواحد إذا نوى الصلح والإصلاح ربنا سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها فالطلاق أحيانا رحمة والطلاق أيضا بكثير من الحالات نقمة احذر الطلاق قد لا يكون الحل أكثر من صلات على الرسول صلى الله عليه وسلم موسيقى